منظمة شعرايتس ووتش تدعو المنامة إلى العودة عن سجن أمين جبهة الوفاق البحرينية أعلنت منظمة شعرايتس ووتش بأنها قد تلقت بيان المحكمة البحرينية القاضي بسجن أمين حركة الوفاق الشيخ علي سلمان واعتبرت ذلك الحكم بأنه ترسيخا لتمسك السلطة البحرينية بالخيار الأمني والعسكري في التصدي للمطالبين بالديمقراطية والإصلاح السياسي داخل البلاد وأكدت المنظمة بأن المحكمة قد خضعت لإرادة سياسية من قبل السلطة وافتقرت للمعايير القانونية والحقوقية المطلوب مراعاتها في مثل هذه المحاكمات مما يجعل من حكم الإدانة حكما غير شرعيا تتحمل الحكومة تبعاته هذا وطلبت المنظمة السلطة البحرينية بالعودة عن قرارها الأخير بحق الأمين العام لجبهة الوفاق وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط والعمل على وضع الحلول الناجعة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة